السلام عليكم. اهلا بكم معي في فيديو جديد. النهاردة هنعمل مع بعض الصبورة الخاطيرة دي. موجودة على الجروبات بسبعين وتمانين وتسعين جنيه. وبعدين بقول لها التوصيل كام قاية لاربعين جنيه. فعشان كده طقت في المجال الفكرة دي فهعملها بقل تكلفة ممكنة مش هتصدقي انا اتكلفت معي كام. التبشير ده هو بس اللي كان موجود قدامي ما كنتش عارفة اكتب بيه قوي. لكن التبشير اللي هو بيتباع في المكتبة طبعا افضل واحسن بكتير. اه قبل ما نعمل اي حاجة ما تنسيش تشتركي في القناة ولايك عالسريع ويلا بينا نبدأ. هنشوف هنعمل ايه? عندي البازل القديم كان بتاع ابني هو متشغبط عليه. فقلت استغله وعمله بورد. وجبت عندي اه ورقة اه فرخ اه كانسون اسود. هو كان في باكت كده فيها كزا لون. اه كانت باتنشر جنيه وده اه غيرة ابيض شفاف ودي فرشة ميكب كانت عندي وكوريكتر. الفرشة ممكن تجبي من عند الموان اي فرشة انتي عايزها بس انا كنت استعجلها قوي وكنت عايزة اشتغل على طول فاخدت فرشة الميكب. الغيرة طبعا لازم بيتخفف بشوية مية عشان هو تقيل قوي كوامه تقيل فمش هينفع اه يتدهن معايا على البازل اللي ما تخفف بشوية مية دول معلقتين مية تقريبا. وكمان معلقتين مية كتير يعني انتي هتحتي معلقة ونص مية كبار وتجرابي لو لقيتها تخينة هتزودي مية تاني. كمان احنا اه زين لما ندهن البورد بتاع اللي هو الخشبة دي اللي هنعمل عليها الصبورة اه ما يبقاش في مية كتير عشان الورق بتاعي ما يبوش. نقلب جامد جدا علشان الغيرة اصلا قاومها اه تخين. لسه كمان محتاجة تقليب. وبعدين هندهن الصبورة بتاعتنا او البازل نفسه. اه بشكل متساوي. علشان ما فيش حاجة تكلكع تحت الورقة السوداء اللي انا بلزقها. وليه ما لزقتش بالشمع علشان الشمع بيعمل اه كتل كده فمش هينفع اعرف اكتب على الورقة السوداء. فكان مناسب بالنسبة لي الغيرة. والغيرة هحط كمية قليلة عشان ما تبوش الورقة السوداء. جربت السمغ لقيته بيبل الورقة. فانت ممكن تجيبي اي حاجة تانية غير الغيرة لو انت حبه يعني وتجربي تحطي تحت الورقة. وتجربي لو بلل الورقة خلاص بليش منه. ولو اوكي خلاص يعني اعملي بيه لو انت مش عايز الغيرة. الغيرة دي كانت بتمانية جنيه. انا بستخدمها في كذا حاجة فعشان كده انا جايبها. والفرشة ممكن تجيبي من عند الموان اي فرشة انت عايزها. طبعا الفرشة دي كانت بتطلع شعر لانها فرشة ميك اوب. فماشي الحالي يعني. المهم خليها ندهن كله بطريقة مستوية ومش كتير. ونجيب الورقة السودة نلزقها. جامد جدا. نلزق كويس جدا ونستنى عليها تنشف. انا ممكن اقطع الزيادات دي. طبعا بنشف بقى لو في غيرة ولا مية ولا اي حاجة عشان ما تبلش الورقة السودة بتاعتي. عشان دي ورقة برضو مهم ان كان. بلزقها كويس وتتك عليها. وبعدين ممكن اقص بقى الزيادات دي. بالمقص. بس انا شايفة ان انا لو انا تانيتها احسن. يبقى افضل يعني من القص. كمان لو انت ضهر الخشبة او الكارتون المقوة اللي انت بتعملي عليها الصبورة. لو الضهر ينفع يتلزق عليه ورقة سودة برضو يبقى بوردة لها وشين اوكي. طبعا دي مش هينفع معي عشان انا عندي كمبازل. جربت الزق بالغيرة. لقيت انه هياخد وقت على ما ينشف. فروحت مسحها ولزقت بمسدس الشمع. مش هيفرق بقى كتير بقى ان هو يعمل كتل الشمع ولا اي حاجة في ضهر الصبورة. لان انا مش هكتب في ضهرها. فمسحت الغيرة عشان هياخد وقت في النوع ينشف. والشمع بينشف على طول. فكان بينجز بالنسبان. اه بحاول الزقها. الشمع الحمد لله مش هياخد معي وقت. سريع. طبعا لو ما عندي مسدس الشمع بشتري الشمع من المكتبة وبس هيحها البتجاز زي ما انا هعمل بعد كده لان مسدس الشمع بصراحة دايما بيغزلني يعني. بتجاز بيبقى جنبي اسرع لي بكتير. الناحية الثانية اهي. هاول نلزق الناحية الثانية اللي سريع برضو. عفوا. الصبورة دي لها استخدمات كتيرة جدا. اه يعني هتنفعك هنقص برضو الناحيتين دول علشان هي وصيارة مش هينفعت التانية. فلو التنت هتبقى اه مش شكلها مش حلو. فهاقص الناحيتين. كده. بعدين اه احنا كده عملنا الصبورة بعدين هنزين بقى نزينها بقى اه طبعا تزين ده على مزاجك وعلى كيفك. يعني انا اديتك الفكرة ازاي تبدأي تعملي الصبورة وهنبدأ نزينها بقى على كيفك. هتحطي فيونكا طول هتحطي مش هتحطي خالص تعميها زي معنا هعملها كده حاجة حسب زوقي كنتي. انا هقص علشان هعمل الجوانب بتاعتها اه بالورق البين كده. الصبورة دي انا هخليها للقناة بتاعتي لو انت صاحبة قناة بتشتغلي وتخلي وتكتبي عليها اسم القناة بتاعتك واسمك وممكن الناحية التانية هتكتبي الوصفة اللي انت هتعمليها في القناة بتاعتك فهتبقى زريفة قوي. الصبورة بتاعتي هتبقى ناحية واحدة فحكتب عليها اسم القناة واسمي نعارك سعيد مونا يا مجدي فاوكي يعني. لها استخدام تاني انت ممكن تخليها عندك على الرخامة تكتبي فيها اللي انت هتعملي تاني يوم هتعملي مثلا انا هطلع الفرخة من الفريزر هعمل الرزة تكتبي يعني الملاحظات بتاعت يومك تاني يوم اه انا شفتها محطوطة في الكافيهات باكتبها لها المينيو اه طبعا بيعدلوا كل يوم على المينيو اه سعر زاد اه عشر في المية ضريبة زادت انا بشوفها في الكافيهات في الشرم الشيخ والغردقة وكده بتبقى زريفة فكرتها زريفة قوي انا بنزق اهو ممكن تعمليها لولادك برضو بس انا عملت لنفسي واحدة صغيرة اللي ولادي عملت لهم واحدة اكبر يعني يخذوها اللي هو بيلعبه في نفس الوقت بيتعلمه هالزق للناحية التانية طبعا المسدس طبعا خزلني فاضطريت ان انا اسايح الشمع على البتجاز مش شرط انك تعملي نفس التزيين اللي انا عاملاه طبعا عندك في كزا فكرة تزيين ممكن تجيب شريطول ممكن تعملي فيونكا اما عملتها اتبسطت بيها قوي بصراح كنت محتاجاها وعملتلي ديكور في المطبخ وكشغلي بشتغل وبكتب عليها اسم قاناتي واسمي فشكلها زريف قوي ومن صنع ايدي وان شاء الله تجربوها يعني هنقص الزيادات وهنعمل بقى الناحيتين اللي بالطول هنقص لهم ورق كنسون اه اه لونو بينك عملناها هي هنجيب بقى كوريكتور وهنعمل نقاط 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 كا اه شكل يعني جميل وكان كوريكتور كان بنزل اه زيادة فالنقطة كان من التخينة شفائية فما ساحدث انه هنعمل بسرعة وحاول اعمل بسرعة انا هم بسرعة الفيديو اللي بس هو الخطوات كتير ممكن لو عندك قلم اه الوان اه خشب نقاطي بيه اي حاجة ممكن لو عندك بتتبعها في النمروسي في افكار كتيرة جدا للتزيين روح انت بسر النمروسي وهتلاقي افكار كتير لو انت ما عندكيش اه افكار ممكن تعمليها بمنزرتها بتبقى ظريفة قوي خشب اه اه او اه كارتونة مقوة كلها بتبقى زريفة وفكرة خلصنا الحمد لله نبدأ بقى نجيب التبشير بتاعنا الرهيب ونكتب طبعا ده مش بتاع الكتابة يعني بس هحاول اكتب بيه ده بتاع اللي بيخططو بيه على الارض ويلعبو بيه يعني لو عنيش عارف اكتب عشان هو واضخين جدا اهو الحمد لله طبعا ممكن اكتب عليها وامسح عادي انا بامسح اهو علشان خطر اوريكو انه بيتمسح طبعا بجاير زي اي صبورة بتاعتنا زمان بتاعة المدارس بجاير هتجيبي بس فوتا منادية وهتنظفيها وتسيبيها تنشف لو انت يوتيوبر يعني هتنظفيها وتسيبيها تنشف على ما تخلص الحاجة اللي هتتحضريها بتعمليها وهتلاقيها نشفت وقادي البورد بتاعتنا الصبورة بتاعتنا التحفة يا رب بتعجبكو وتعملوها وتقولولي رأيوكو لو عجبتكم ما تنسوش تشتركي في القناة وتفعل الجرس والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة